بالمناسبة اللي بيتابع المؤتمر متابعة المؤتمر نفسها مؤتمر المناخ في شهر من الشيخ متابعة صعبة تبتكلم على مؤتمر جلسات وبتبدأ من التاسعة وحتى التاسعة ده بخلاف الجلفات الجلسات الفرعية والمباحثات وورش العمل يعني حاجات كتير فحتى وانت بتتابع تتعب فما بالك بالناس اللي بتشتغل هناك على التنظيم والناس اللي بتشتغل هناك من زملائنا الاعزاء على التغطية وانا يعني حاجة الحقيقة شديدة الصعوبة يعني فبقدر ما نشفق عليهم بقدر ما نهنيهم الحقيقة على خروج المؤتمر بهذا الشكل ولو خدت بالك ما في رئيس او زعيم دولة او رئيس وفد الا وقشات بالتنظيم وبالمناسبة ما فيش حد بروتوكوليا مطلوب منه في مستهل كلمته او بدايتها يشيد بالتنظيم يعني هو ممكن يقول نشكر مصر على استضافتها لمؤتمر المناخ هذا العام نشكر مصر على دعوتها ده كل ده كلام جميل يتقال لكن نشكر مصر على التنظيم المتميز مش حد مطالب يقول ده بس كلهم قالوا كده ده واحد اتنين بقى السؤال بجد يعني وهنا انطلاقا من كلمة الرئيس او الجانب اللي الرئيس اتكلم فيه خلال كلمته النهاردة على مسألة استعداد مصر جمهورية مصر العربية الدولة انها مستعدة للعمل على ايقاف نعم تساهم في ايقاف الحرب الاوكرانية السؤال وهو العالم بجد عاوز يوقف الحرب دي طب احنا بنتكلم لانه احنا دولة محبة للسلام ده طول الوقت دولة لا تتدخل في شؤون الغير ده طول الوقت دولة لا تبادر بأي عدوان او اي عنف على حد دولة لا تستخدم العنف الا دفاعا عن اراضيها ومستحقتها الطبيعية وحتى في اطار ده بتاخد المفاوضات لاخر نفس حتى لو 11 سنة خد بالك لكن العالم عاوز الحرب توقف امكان احنا كنا بنمبرح بنتكلم على كرتلات تصنيع السلاح في العالم في دول امريكا على سبيل مثال لوحدها بتصدر 35% من السلاح على مستوى العالم عايز الحرب توقف ده غير السياسة ده كده البزنس وغيرها هو العالم مش عاوز الحرب توقف او على الاقل في جزء فاعل وكبير ومهم وقوي في العالم مش عاوز الحرب توقف الاوروبيين نفسهم الحرب توقف الاوروبيين وصلوا الحد هنا مش بقى يعني روحهم في مناخي وصلوا لا ده الحد هنا خلاص غي تاقل ده كل ده والشتاء اللي بجد لسه ما دخلش طيب مصر عايز الحرب توقف طبعا العالم النامي والاسواق الناشئة عايز الحرب توقف طبعا المخلصين قلائل والمخلصين دايما هم المظلومين على ظهر هذا الكوكب لكن عايز ارجع بيك مرة تانية في المسألة المؤتمر بتاعنا في شرم الشيخ قب 27 انه المخلصين برضو عاوزين هذا المؤتمر ينجح بس المخلصين في الحالة دي كتار لانه العالم المتقدم المسؤول عن المتغيرات المناخية وتلويث هذا الكوكب وارتفاع درجة حرارته تقريبا عشرين دولة وتفضل تقريبا حوالي مية تلاتة وستين مية باعة وستين دولة يعني اللي هو نرجوكم بقى حطوا لائحة او شكل تنفيذي ولهذا ولهذا اشد دائما بيدي وبمنتهى القوة على ايد اخويا وصديقي وزميل العزيز عبدالخطيب رئيس تحرير الوطن على استخدام شديد الزكاء شديد الزكاء للعنوين ونشرها واختيارها وما الى ذلك فتشوف كده عنوان الوطن بكرة ان شاء الله برضو معنا عجباني بصراحة بتكلم بأمانة يعني اقوى عنوين بصراحة تشوف عنوين الوطن بكرة قمة التنفيذ خدت بالك من كلمات الرؤساء يعني رئيسنا رئيس جمهورية مصر العربية وبقية الرؤساء هم يتحدثون على ضرورة وضع ألية حقيقية لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة